ينضم لي مباشرة من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا ومرحبا بك زياد دعني فقط زياد يعني نعلق على ما يرد إلى غرفة الأخبار من أخبار عاجلة الجيش الإسرائيلي يقول إن الصليب الأحمر قد تسلم محتجزتين إسرائيليتين وهما في طريقهما إلى إسرائيل فضل زياد هذا صحيح جدا عملية التسليم هي الأبكر كانت في خضم هذه الهدنة من أسبوع تقريبا تم تسليم محتجزتين حاليا الملفت طبعا بأن التسليم تم وسط مدينة غزة في المنطقة الشمالية خرج العشرات على الأقل من مقاتلي القسام برفقة هاتين المحتجزتين تم تسليمهما للصليب الأحمر الصليب الأحمر سلمهما لوحدة خاصة إسرائيلية لم تكن بعيدة عمليا تم تسليمهم للجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية بقطاع غزة هم في طريقهم للخروج من معبر كارني في الشمال وليس من معبر رفح لأنهم عمليا يطلق صراحهم في المنطقة الشمالية هذه المرة الثانية التي يطلق فيها صراح أسرى من المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي فعليا المنطقة الشمالية ينتظر إطلاق المزيد طبعا هناك ثماني أسرات وأسرى سيتم إطلاق صراحهم ربما في الساعات المقبلة أيضا لا نعرف إن كان أيضا من المنطقة الشمالية أم هذه المرة من الجنوب من منطقة خان يونس ورفح طيب أيضا زياد يعني لربما الإجراء الآن فيه شيء من الاختلاف بما يتعلق بتبادل الأسرى لأنه بحسب ما نقرأ إسرائيل سوف تفرج عن عشر أسيرات وفلسطينيات إضافة إلى عشرين أسيرا على خلفية أمنية يعني الرجال دخلوا الآن بموضوع التبادل ليس فقط الآن عمليا في الثلاثمائة اسم التي قررتها إسرائيل هناك الكثير من الرجال عددهم أكثر من النساء بالمناسبة لكن في الدفعات الأولى كان يجري إطلاق بالفعل نساء وأطفال أو قاصرين أكثر أيضا من الأسرى الفلسطينيين الآن هذه الدفعة سيكون فيها على هذه الشاكلة ليس واضحا بالنسبة للغد ماذا سيكون الأمر إذا نجحت حماس في ترتيب دفعة إضافية من النساء والأطفال لأنها عمليا لا تملك هؤلاء الآن بحوزاتها ربما يكونون مع فصائل أخرى ولكن التوقع بأن يكون هناك فرصة أيضا لتمديد الهدنة أيضا غدا ليوم واحد على الأقل هناك مفاوضات تجري الآن لم يتم التوافق بشأنها لكن تجري مفاوضات على فئة الرجال من كبار السن نسبيا الذي يمكن أن يطلق صراحهم طبعا ليس في المعايير الحالية ليس واحد في مقابل ثلاثة وما إلى ذلك المعايير ستختلف حماس تطالب ما هو أكثر بكثير لإطلاق الرجال هناك مفاوضات إسرائيل تقول أنها قد تتجاوب وقد تذهب لمفاوضات تحت النار بمعنى قد تختار السبت أو الأحد العودة إلى الهجوم البري وتفاوض تحت النار طيب الآن يعني عندما نتحدث زياد طالما أنه شكل الهدنة اليوم أصبح يتجدد يوم يعني في يوم واحد يقال أن هذه الهدنة سوف تستمر ليوم واحد صحي هل هناك دلالات يعني كيف أنه إجراءات والأعداد والتجديد هذه الهدنة اليوم واحد هل إلو دلالات معينة أو إسقطات معينة زياد الدلالة الواضحة بأن هذه الفئة التي تخضع لها تخضع للمعايير المتفق عليها بمعنى أسير إسرائيلي في مقابله ثلاثة أسرى وكل عشرة أسرى إسرائيليين في مقابلهم يوم واحد من الهدنة هذه توشك على الانتهاء قد تنتهي غدا هذه الفئة لأنها فئة نساء وقاصرين وأطفال عمليا من الإسرائيليين الذين أسروا بيد حماس والفصائل لهذا قلت بأن هناك مفاوضات من نوع آخر الآن تجري وليس واضحا إن كانت ستثمر عن تفاهم معايير جديدة بخصوص بعض الفئة الرجال وما إلى ذلك ولهذا عمليا الدلالة الواضحة أن هذه المعايير وهذه المرحلة من صفقة التبادل توشك على الانتهاء في الـ 24 ساعة المقبلة طيب لو علنا وفي مسار سياسي أسأل زياد عن زيارة بلينكين لربما من أهم العنوين التي حملها بلينكين موضوع الإسرار على المساعدات وبقاء الهدنة لكن في ذات الوقت تحدث عن حماية المدنيين في جنوب قطاع غزة هذا صحيح هناك نوع من التحفظ الأمريكي أصلا على الهجوم البر الإسرائيلي على الجنوب لأن إسرائيل ببساطة أجبرت سكان قطاع غزة على النزوح والهجرة إلى الجنوب بسبب الحرب التي كانت دائرة في الشمال وفي مدينة غزة كما هو معروف الآن تكدس الغزيون في جنوب القطاع وبالتالي إدارة معركة كبيرة كالتي تخطط لها إسرائيل هذا قد يؤدي إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بالسكان وإمكان أن يكون هناك الكثير من ربما الخسائر والضحايا والإصابات ولهذا عمليا طلب بلينكين يطلب من إسرائيل أن تكون حذرة في هذا الموضوع أن تحاول أن يكون هناك جيوب آمنة إنجاز التعبير كي يذهب إليها السكان رغم أن ذلك يكاد يكون صعبا جدا بالإضافة إلى ضرورة إدخال المواد التموينية والأدوية باستمرار عبر معبر رفح بمعنى عدم التسبب في منع ذلك بسبب الحرب بلينكين شارك ظهرا في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية مجلس الحرب ويشارك مرة ثانية أيضا بعد نحو في الثامنة ونصف مساء في التوقيت المحلي السادسة ونصف كرينتش مساء سيشارك للمرة الثانية في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب ما يدلك على أن الولايات المتحدة ليست فقط تتشاور مع إسرائيل وتحاول أن تفهم ماذا يحدث هي أيضا جزء من التأثير الكبير على القرار الإسرائيلي وتتطلع على الخطط السرية هذا لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن كان هناك وزير أجنبي يتطلع على خطط عسكرية إسرائيلية علقنا على مضوع تبادل الأسرة وزيارة بلينكين أتوجه معك للقدس زياد أيضا ترد أخبار بأنه مستوطن مسلح كان قد اقتحم الأقصى السؤال هنا هل تتكرر هذه الأحداث بوتيرة متسارعة وبهذا التصعيد من قبل المستوطنين الإسرائيليين هذا صحيح الآن بسبب الحرب على قطاع غزة وبسبب ما حدث ويحدث عمليا هناك توطر كبير في كل المناطق في الخدس الشرقية المحتلة في الضفة الغربية وما إلى ذلك طبعا النشاط المستوطنين واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية هي أكبر بكثير الأمريكيون يصفون هذه النشاطات بإرهاب يهودي هذا أمر لم تعحد الولايات المتحدة على إطلاق هذه التوصفات على اعتداءات المستوطنين لكن هذا يدل على قلق كبير لأن جبهة كالضفة الغربية إن انفجرت هي أضعاف جبهة قطاع غزة جغرافيا ومن حيث السكان ومن حيث التداخل بين المستوطنين والفلسطينيين وبالتالي هذا منبع قلق ربما لدى الأمريكيين في القدس أيضا رأيت اليوم عملية مسلحة صباح هذا اليوم قبل قليل مكتب نتنياهو يقول بأن تقرر في إسرائيل هدم منزلي منفذي العملية من سورباهر وهو حي طبعا في القدس الشرقية المحتلة شكرا جزيلا من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي يعطيك العافية شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر